اذا ايها السيدات والسيدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معك اخوك وثار الصالح الف مليون تريليون زليون مبروك لادي الحسين اربد ولعشاق الحسين اربد فوزهم الرائع المستحق على نادي الصريح بهدفين دون مقابل بهذا الفوز بيرتفع رصيد نادي الحسين اربد ل 14 نقطة اما بالنسبة لنادي الصريح فبيتبقى رصيده عند 6 نقاط خلنا نتكلم عن المباراة نادي الحسين اربد اذا بدي اخذ الدوري لازم يحصد اكبر عدد من النقاط من الفرق اللي زي الصريح زي مغير السرحان يعني مثل هاي الفرق اللي متوسطة ومتأخرة بالدوري الاردني لانه اكيد حيواجه مباريات صعبة مع الفيصل ومع الوحدات وحتى دربيات مع الرمثة مثلا رغم انه غلب الرمثة ولكن اكيد الرمثة بالاياب حيكون غير الرمثة مثل الذهاب ولكن خلنا نتكلم بصراحة الحسين اربد كان فعلا رائع في الشوت التاني لما نيجي نقسم المباراة لقسمين الحسين اربد الشوت الاول حسين اربد الشوت التاني خاصة اول ربع ساعة اللي احرص بي من هدفين الحسين اربد بالشوت الاول كان بطيء جدا في بناء الهجمات كان مستعجل جدا العجلة الكبيرة كانت عليهم ضغوطات نفسية النادي الحسين اربد كان فيه عنده مساحات كتير كبيرة بين الوسط والحجوم وبين الارتكاز الدفاعي مع الدفاع وبالتالي اتاح لنادي الصريح الفرص والجرأة على نادي الحسين حتى انه يشكل هجمات على نادي الحسين اربد رغم انه ما كانت هالهجمات الخطيرة على نادي الحسين ولكن كان فيه هجمات كان فيه محاولات كان فيه جرأة من نادي الصريح على نادي الحسين اربد الحسين إربد عابوا بالشرط الأول زي ما كنا تباعد المساحات بطوء في بناء الهجمات الاستعجال حتى أنه نادي الحسين إربد كان عليه تقريبا خمسة مصيدة تسلل بالشرط الأول هذا بيعكس الاستعجال في تسجيل هدف الضغوطات النفسية على نادي الحسين إربد حتى أنه يحسم المباراة أنت الشرط الأول بالتعادل السلبي 0-0 نادي الصريح كان أفضل تكتيكيا من نادي الحسين إربد أما بالنسبة للشرط الثاني فالحسين إربد بدأ مهاجم بدأ بحدة هجومية بقوة هجومية أثمرت عن هدفين هدف من ضربة ركنية وهدف من خطأ دفاعي لنادي الصريح اللي كان متميز بالشرط الأول بالتكتر الدفاع والانضباط التكتيكي ولكن بالشرط الثاني أول تلت ساعة نادي الصريح فقد هذه الميزة خاصة بعد الهدف الأول المبكر اللي يجى بالشرط الثاني بداية الشط الثاني أعتقد دقيقة ستة واربعين اللحظة عبدالله العطار نادي الصريح يعني ارتبك ما عرف أنه يعمل ردة فعل سريع على الهدف شفنا نادي الصريح سيء جدا بالشرط الثاني خاصة أول ربع ساعة بعد الهدفين نادي الحسين إربد هدع الرتم عرف أنه فائز عرف أنه يقدر يقتل المباراة بشكل كتير كبير نادي الصريح ما شفنا منه أي ردة فعل أي مقاومة على أنه يحاول يحرز هدف أو يعاول عدل النتيجة وبهذا الفوز زي ما حكينا ألف مبروك لنادب الحسين إربد وهارد لك لعشاق الصريح سلام